السيطرة على أوكرانيا ومن بعدها الطوفان هذا لسان حال رئيس الروسي فلاديمير بوتين في سلوكه العسكري والسياسي تجاه الغزو الأوكراني فالسيطرة عليها باتت أمرا مصيريا ولو كان الثمن استخدام السلاح النووي كما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وذلك عندما بيّن أن مفهوم الأمن القومي لروسيا ينص على استخدام الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لها التهديد باستخدام النووي جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يشكل مجموعة عمل من مسؤولي الأمن القومي بشأن أوكرانيا لدراسة كيفية الرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا صحيفة نيويورك تايمز قالت أن المجموعة المعروفة بفريق النمر تدرس أيضا الرد إذا هجمت قوافل نقل الأسلحة داخل أراضي الناتو ما يعني رسالة مضادة إلى روسيا وتحذيرا شديد اللهجة قبل أن تقدم على خطوة قد تفجر حربا شاملة تضر بالعالم بأسره رسالة استخدام النووي وإن كانت إلى التهديد أقرب من الحقيقة إلا أن الحديث الروسي عن توسيع دائرة المعارك خارج إطار أوكرانيا تبدو قريبة إلى الواقع حيث حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرو من إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا وهدد بضرب أي قوة تحول دون تحقيق كامل خطة موسكو العسكرية في أوكرانيا يأتي ذلك في ظل تكرار الروس لتهديداتهم بضرب بولندا إذا أقحمت نفسها بالصراع في أوكرانيا باعتبارها طرفا غربيا المعركة في أوكرانيا لم تنتهي بعد ولا تكهنات بمدتها الزمنية لكن الوقائع تشير إلى أنها مستنقع جديد لروسيا سيجر أطرافا أخرى للخوض فيه